تلاميذ من 20 ولاية عبر الوطن لم يستفيدوا بعد من منحة التمدرس حسب ما كشفت عنه وزارة الداخلية التي أمرت بالتعجيل في عملية توزيع المنحة المدرسية على مستحقها قبل نهاية السنة الجرية جمعية أولياء تلاميذ تفاجأت بهذا التأخر الحاصل في منحة التمدرس لغاية الآن وأرجعت الأمر لعدة أسباب أهمها إضراب المقتصدين في كثير من الولاية لقد تفاجأنا بهذا الحبر هذا ولكن الأسباب هي متعددة منها أولا قضية المقتصدين الذين كانوا في إضراب في عدة ولايات لما يقدموا ملفت للجنة الدائرة من أجل المصدقة عليها للحصول على منحة التمدرس للأولياء الولايات التي عرفت تأخرا في صرف هذه المنحة غردايا، أم البواقي، تيبازا، باتنا، خلشلة، لبويرة، الوادي، تامنرست، البيض، تلمسان، وهران، تيارت، لمسيلة، تيزيوزو، ألمدية، الجزائر العاصمة، قسانطينا، جيجل، قالمة، وعنابة جمعية أولياء التلميذ طالبت السلطات المعنية مستقبلاً بالانطلاق في توزيع المنحة المدرسية على مستحقها بداية من شهر جوليا حتى لا يكون هناك أي تأخر في العملية نحن نوجه نداءنا إلى الوزارة التربية البطنية وكذلك إلى المسؤولين على المسؤول المؤسسة التربية أنهم يبدأوا هذه العملية منذ شهر جوليا يعني منذ تحذير الدخول المدرسي المقبل لابد أن يبدوها باكراً مثل ما تم تحذير الدخول المدرسي الداخلية شددت على ضرورة الانطلاق في العمل مجدداً من أجل توزيع منحة التمدرس وإفادة مصالحها بالتقارير اليومية عن هذه العملية